اشتركوا في القناة مجددا الدعوة للجميع للمشاركة في التطوع للتجارب السريرية للقاح كوفيد 19 نود التأكيد بأن نسبة الفحوصات اليومية في مملكة البحرين تعد من الأعلى عالميا بالنسبة لعدد السكان ووصلت إلى حوالي 707 لكل ألف شخص أي ما يقارب حوالي 70% ونجدد في هذا الصدد الدعوة للجميع للتطوع والمشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح المحتمل لكوفيد 19 لمن يبلغ من عمر 18 عاما فما فوق وكما تم الإعلان عنه فالتجارب السريرية للقاح المعطل كوفيد 19 التي تشارك البحرين في مرحلتها الثالثة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال شركة G42 تأتي في إطار شراكة بين شركة China National Biotic Group التابعة لSynopharm وهي شركة الأدوية الصينية وهي سادس أكبر منتج للقاحات في العالم اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية وهو لقاح معطل بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بالفيروس وإنما يساهم في صنع الأجسام المضادة للفيروس وبالتالي تحفيز مناعة الجسم لمقاومة الإصابة وتحفيز مناعة الجسم لمقاومة الإصابة على القدسح để مزلع والدوات واحمقاً تحفيز مناعة جثة الوثنين عليهم أن يكون من قومة الح SARAH